السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو راح تكلم عن Vivo Nex Dual Display الشي اللي يميز هذا الهاتف في مقارنة بأي هاتف من فئة الفلاكشب انه راح يقدم لك شاشتين النسخة الامامك هي نسخة 128 مع 10 جيجا بايت ما فيها معايير الـ IP اذا كنت تسأل او انها تدعم تقليل شحل سلكي لكن الموجود بداخل الصندوق هو 22.5 واط فعملية الشحن كانت نوعا ما سريعة لكنها ليست الأسرع بكل تأكيد مقارنة بما تقدم وون بلاس او أوبو وآلت المثال قدرت اشحل الجوال من صفر الى مئة بالمئة في ساعة واربعة واربعين دقيقة اوكي الجوال نسخة الشريحتين من نوع نانو سيم فما في منفذ ذاكرة خارجية فحط في بالك هذه النقطة هذا هو الصندوق الصندوق جميل الصراحة وزي ما عودتنا شركة Vivo واذا فتحت الغطأ فراح تلقى الجوال وبعدين اذا محبت توصل لالكسفورات فهنا تحتاج انك تسحب الجهة الجانبية عشان توصل لالكسفورات وصدقا وأمانة صراحة سمعت الاذن جدا جدا ممتازة وبلانها مألوفة من ناحية التصميم ولا حتى من ناحية جو التصنيع بل اداءة حتى من ناحية الصوت لان الشركة ما استغنت عن 3.5 متر لازال موجود وحتى لو كانت عندك سماعة محترمة فصدقني راح تستفيد مع تقنية هاي ريز بشكل جدا ممتاز عندك اليو سبي الى اليو سبي التايب سي وايضا الشاحن وأهم نقطة راح تلقاها في داخل هذا الصندوق هو البامبر اللي هو اطار جانبي لانه هي عبارة عن شاشتين فصعب انك تحط غطاء خلفي لهذا الهاتف حمول والان هذا الاطار الجانبي لحماية الهاتف يعمل او يقوم بدور جدا جدا مهمة هذا الهاتف وانصح فيه وبالشدة فيه اللوع الأحمر لكنه مخطط للسوق السيني لانه الهاتف سهل جدا من ناحية انه لا قدر الله ممكن يطح منك فتحتاج انك تمسك الجوال بشكل جدا جدا قوي اضف على ذلك انه انصح وبالشدة انك تثبت طبقة حماية لكل الشاشتين فيه غوريلا غلاس الجيل الخامس وفيه ايضا غوريلا غلاس لكنه غير معروف الى الان فلكن انصح بهذا الشيء هذا هو الهاتف على الرغم انه يقدم شاشتين الا ان السماكة تعتبر ممتازة 8.1 مم والعامل او السبب يعود الى الله اولا ثم الى تقنة السوبر اومليد واللي تأتي بسماكة جدا جدا نحيفة اضف على ذلك انه الوزن ملحوظ 130 جرام فالوزن ملحوظ لكنه مهم مزج على بطارية 3500 ميلي امبير اللون المستخدم هنا المفهوم المستخدم هنا نفس ما شفنا في الاوبو فايند اكس لوتود داكون اللون الازرق مع اللون الاسود الار جي بي الحلقة الدائرية للدور حول الكاميرتين هنا ار جي بي رح يكون عندي امكانية لاستفاد منها من ناحية نظام التنبيهات او حتى مع وضعيات الستيديو مع البورتريت وايضا البوكيه فهنا رح تكلم عنها لاحقا لكن ابرجع للحلقة الدائرية الشفافة هي داخلة مع الشاشة الثانوية هل هي مزجة لا بس انه غريبة الصراحة في ايضا بجانب الكاميرتين والحلقة الفلاش الاي دي والاي اي دي للفلاش الثري دي سينسا والاي ار موجود وراح تكلم عنها لاحقا الان في مسألة الازراء زرية تحكم السل الصوت تعمل بشكل ممتد زرين للطاقة نعم زي ما سمعتني واحد منهم رح يوديك للمساعدة الشخصية خاصة بشركة فيبو واللي امانته اقول لك لا تتعملها بسكو او تحاول انك تستخدمها لكن الفكرة من وجود الزرين علشان تقدر توصل الى الشاشة الرئيسية وتتحول الى الشاشة الثانوية لو ضغطت على الشاشة الثانوية زر خاصة بها وانت على الشاشة الرئيسية فرح يظهر لك انيميشن يبين لك انه تم تفعيل الشاشة الثانوية على الشاشة الرئيسية فحركة حلوة اضف على ذلك انه لو تلاحظ ايضا تمعت مكالمات موجودة على كل الجهتين فالمقصد من هذا الحركة انه لما تطلع جوالك فاي شاشة ممكن تستخدمها للقيام باي شي انت تبغى ما في اي مشاكل بدأ ما تلف الجوال العملية يعني منخبط شوي لكن تحتاج وقت وراح تتعود عليها امانة ما ضيقتني تعودت عليها وعرفت كيف اتعامل مع هذا الموضوع بشكل جدا سريع اضب على ذلك انه عندك تقنية البصمة موجودة على نفس شاشة الهاتف وهي اقضى تقنية بصمة جربتها على شاشة الهاتف محمول مع الوان بلاس سيكستي على سبيل المثال الاداة كان جدا جدا ممتاز واذا استخدمت الشاشة الثانوية فعندك الكاميرتين مع الفيس انلاك العملية محيرة شوي لكنه اوكي لانه ما في كاميرا مع مية وراح تيتم الى الكاميرا الخلفية فالامر ممكن يكون لخبط لكنه بنفس الوقت منطقي ننتقل الى عالم الشاشات عندك شاشتين مصنع من قبل شركة سامسونج بتقنية السوبر اوملد الشاشة الرئيسية 6.39 انش بمقاييس الابعاد الجديدة طبعا 1080p 2340 وايضا 403 بيكسل لكل انش من ثم الشاشة الثانية بنظام العرض التقليدي له 16 على 9 واللي هي بدقة 1080p على مقاس 5.49 انش فهي اصغر مقارنة بالشاشة الرئيسية مهما استخدمت كل الشاشتين فرح تنبسط من ناحية الملتي ميديا عمق الله الاسود فما رح تخيب املك نهائيا يمكن الشيء اللي لاحظت هي في مثالة انه الشاشة الرئيسية اضاءتها جيدة جدا لكن الشاشة الثانوية اضاءتها جدا جدا ممتد وهذا يعني امر غريب شوي اضب على ذلك انت مثلا لو شغلت الشاشة الرئيسية فان الشاشة الثانية رح تكون دائما وابدا مطفئة الا اذا وضعت بعض الخيارات مثلا انه في خيار لتفعيل ملتي ميديا لكل الشاشتين وفي خيار ايضا لتطبيق الكاميرا انه الشخص اللي قاعد تصورها يشوف انت قاعد تصور او يشوف نفسها طبعا بكل تأكيد وش قاعد تصور في يعطيك بعض التوجيهات على سمسال فممكن تستفيد منها لكن ارجع و اقول انه لو فعلت الخيارين او الشاشتين بمعنى اصح فرح يتم استهلاك بطارية بشكل اكتر مقارنة بالشاشة الرئيسية اضف على ذلك انه نعم بامكانك ايضا ذهب الى الادادات واختيار اي من الخيارات اللي انت تبغاها من ناحية الصور او النصوص الموجودة المسبقة ما عاجبك ورح منها بكل تأكيد لك الحق انك تضيف اللي انت تبغى من ناحية النصوص من ناحية التنبيهات من ناحية الساعة من ناحية الصور العب زيما تبغى 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 تحطها على الشاشة الرئيسية او اذا بغيت تحطها على الشاشة الثانوية فهذا الخيار ما ترك لك اول واخيرا ممكن تروح الادادات والضبط درجات الحرارة الخاصة بالالوان فهذا ايضا موجود الشيء اللي لاحظت برضو وانا استخدم كل الشاشتين ان الشاشة الثانوية مثل ما انت قاعد تسوي في الشاشة الرئيسية لكن لاحظت انه عرض التطبيقات دائما يكون فيه الشريط الاسود مهم مثل الشاشة الرئيسية اللي من نظام العرض الجديد وهو امر غريب امانة لانه اغرب التطبيقات تدعم نظام العرض التقليدي لكن حب يتوضح هذه النقطة لاكثر والاقل اما فيما يخص بالصوت فعلى الرغم انه من سماعة واحدة الا ان الصوت بالفيل عالي رفعت فوق 80% ما حسيت انه فيه تشويش وارجع اقول لا تنسى انك تستغل منفذة 3.5 مم وخاصة لو كان معكم بالفاير جدا ممتاز جدا جدا ممتاز اما فيما يخص بالادع فعندك الفان تتش الاندرويد باي مع سناب لاغن ثم 145 واي باي اي سي بلوتوت 5.0 اشتبغى من تقنيات موجودة وبسبب العشرة جيجا بايت والواجهة المعدلة بشكل ثقيل عنه من الاندرويد باي الا انه جدا جدا سريع سريع جدا صراحة وقادر على التعامل مع المهام اليومية والثقيلة بدون اي مشاكل الفان تتش الواجهة متأثرة بشكل كبير جدا مهم موجود في الاي او اس ادوات الاتصالة على سبيل المسال موجودة الاي مانجر اللي يتحكم بالهاتف مراقبة الهاتف واداء الهاتف شوف الاسم وراح تعرف انه هذي الشركة تحب ابل بشكل جدا كبير لكن بنفس الوقت ممكن انت من خلال السوفتوير تقدر تسوي اشياء جدا كثيرة تبي تنسى خط تطبيق هذا الشي موجود تبي تحط ازرار نظام او بدونها هذا ايضا تكلمنا عنه مع النيكس اي والنيكس اس تبي تقسم الشاشة ما عندك اي مشاكل تبي تصغر الشاشة هذا الشي موجود فيه الجيم مود ايضا موجود فيه التنبيهات اللي تعطيك خيارات جدا كثيرة اول مرة شوفه في عالم هواتف الاندرويد حركات لتفعيل الشاشة الثانية بعدما تضغط على الزر ممكن بعصابك تندقل الى الشاشة الثانية بشكل سري جدا سمارت ميررينج فهذا ايضا موجود فيما يخص بنقل الملتوميديا الى الشاشة الرئيسية بينما انت تشاهد مثلا في الشاشة الثانوية اي ماناجر تكلمنا عنه الواقع المعزز مع ثري دي سنسور في بعض التطبيقات اللي تستفيد مع ثري دي سنسور والاعي ار مع الواقع المعزز فهذا ايضا موجود وبرضو فيه البينت هارت الحركة اللي شفناها مع السامسون موجودة ايضا هنا ترسم لك قلب على المثال فهذا ايضا موجود لو بقعد افصل في النظام هذا الفيديو رح يكون فوق 50 دقيقة فالواجهة معدلة بشكل جدا 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 كثير اه في مثلة الكاميرات ما في كاميرا مامية الكاميرا الخلفية فقط 12 ميجا بيكسل فاسع العدسة 1.8 اربع اتجاهات للمثبت البطري دول بيكسل للتركيز التلقاء السريع والكاميرا الثانية 2 ميجا بيكسل مع فاتح العدسة 1.8 وايضا 3D سنسور اللي اتكلمنا عنه قبل شوي تقدر تحط 4K الى 60 اطار بالثانية فالمثبت البطري رح يكون ايضا موجود مجرد ما تدخل في تطبيق الكاميرا تلقاه ايضا مليان خصائص الHDR رأتي بمثال البورتريت وايضا البوكي وايضا المانول لضبط يعني مثلا الشتر سرعة الغالق او حساسية الضوء عندك الاي اي الذكاء اصناعي الموجود في كل مكان لتطبيق الكاميرا بما فيها ايضا البيوتي وايضا الشيب شبته البيتوينتي اللي شاب مراجعتي انه تقدر تعدل حجم الجسم نفسه لا 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 هذا التعدى الى مرحلة فوق هذا تقدر تعدل الخشم العيون الحواجب الدقن الجسم الرجول الايادي الصدر ما اعطيك حرية جدا كبيرة اضف على ذلك بسبب وجود 3d sensor تقدر تسوي او تتحكم في مسألة العزل لكنه راح يكون اكثر من مجرد سوفتوير وليس هادوير اوكي لو تدخل على البورتريت او من خلال اي اي بيوتي فتلقى وضعيات الخمسة للستيديو اللي شبناها في ابل موجودة ايضا هنا لكن راح تشوف الارجي بي الال اي دي نفسه الحلقة الدائرية تعطيك وضعيات للخيارات من ناحية التصوير واخذ الصورة بشكل صحيح على سين المثال فهذا ايضا موجود حتى انه في وضعيات للوضعيات خليني اوضح لك انت ممكن تدخل على المتجر وتختار الوضعية اللي عجبتك وتبغى تسوي مثلها فهذا ايضا ممكن تسويه فكيف كانت نتائج الصور امانة افضل جوال قدمتها شركة بيبو من ناحية الكاميرا الهاتف المحمول او كاميرات الهواء وهذا الشي راح تلاحظه مع الالوان انها قريبة من الواقع التفاصيل والحدة وحتى الديناميك رينج قريب جدا من اداء عدد كثير من الهواتف مميزة في مسألة الفلاكشيب لكن اله دي ارعت بمثال فيه اكسبوجر واضح على اسم المثال قاعد اعطيك اضف على ذلك انه في التصويف الاضاءة الضعيفة او في الليل كان نسب التشويش كانت جدا مميزة الصراحة واقدر اعتمد عليه واشارك فيه من خلال مواقع الشمية فمن بالك بالتصوير في النهارة المثال اداء الفور كاي واداء الفيديوهات فرح اتركك الان شارك لي برايك وخبرني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابيك تشارك لي برايك في خانة التالقات وتقول لي جودة الكاميرا الخاصة بالفيفو اي 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 اكس دول ديس بلاي اديشن فصل طويل شوي لكن ابيي رأيك في الجودة وايضا في مسألة الاحتزاز كم تعطيها من واحد العشرة عندك الفثمين بي بما فيها الفثمين بي مع ستة انطار بالثانية ولا ننسى المايكروفونات بعد شوي راح ادريكم الفور كاي وهذا بكل تأكيد الفور كاي لهذا الهاتف ابييك تعطيني رأيك برضو تفاصيل اكثر بكل تأكيد مقارنة بالالف الثمينين لكن من جهة نظري يعني الفور كاي دائما رهيب الصراح بعض احيان يكون ما فيه مثبت للفيديو الفور كاي لكن انت شارك لي برايك في خانة التالقات وعطني تقييمك من واحد العشرة في النقاط اللي ذكرتها لكم المايكروفون جودة الفيديو وايضا الاحتزال مع السلامة السلام عليكم وحبت الله وبركاته هذا الفيديو مصور من خلال بي بو نيكس باستخدام الكاميرا خلفية اللي هي عبارة ايضا عن كاميرا مامية لانه هنا الفكرة انه من وجود الشاشة الثانية علشان تقدر تستخدم الكاميرا الخلفية ككاميرا امامية ويكون يعني اقالي نشوف جودة الكاميرات الخلفية تكون افضل بكتير من الكاميرات المامية فهذه واحد من الأفكار اللي اطرعت فيها فيديو الآن يحتاج أقول لكم لازم تخبروني عن جودة الفيديو الاحتزاز على سبيل المثال وش رايك فيه الواحد عشرة وبرضو لا ننسى المكفرات أهم شي حاطوني رأيكم في خانة التعليقات شوفكم أخير إن شاء الله أعلم بسلامة فهاتف مميز أقدر أقول إنه هذا الهاتف مميز شاركنا برأيك في خانة التعليقات إذا عجبك فيديو اضغط على زر لايك شوفكم أخير إن شاء الله والسلامة